هنا بقى بليغ اللي كتب ده يا مدام مياد اه ده كتبه ولحن ده وصل كل هذا الاحساس الجميل يعني الله عليه يعني الاستاذ بليغ نابغة نابغة لن تتكرر انت شايفة طبعا انه كان مفتاحا لنجاحك طبعا هو اللي عرف الناس فيني يعني وهو اللي سبب نجاحي يعني اه انت قلتلي تعبير حتى وإحنا بنتكلم انه انه فهم صوتك فهم مكنونات صوتي فهم الطبقات العالية اللي في صوتي يعني فعطاني فصلي على صوتي الالحان وهنا قاعد وجوده طبعا وجوده كتير كان مهم يعني في دمشق لما قاعد في دمشق كتير يعني ساهم طبعا ساهم في نجاحي يعني اكيد واخد بيت في دمشق وقاعد اخدنا له بيت في دمشق كان يروح ويرجع طيب سؤال خبيث بل ايخ عند اللي وصل كل الاحساس ده مع ميادة الحناوي احب ميادة الحناوي خلق يعني الحب ليس تغبة تاني والله ما بعرف يعني ما بعرف ممكن ما بعرف ممكن ممكن ما بعرف لا في حد هيحب ميادة الحناوي ولن يصلك هزا الاحساس يعني بوضوح بشفافية يعني يعني بشفافية والله ما بعرف اه لكن بالتأكيد بليخ حمدي مش يعني انه انه يكتب هذا الكلام ويوصله بالشكل ده وكان حاسس انه كمان صوتك فاهم مكنونات صوتك اكيد وكان مراهن على انه ده حينجح يعني ونجح حق نجاحا كبيرا يعني كتير وبعدين يمكن هو اكتر ملحن اخدت له الحان يعني اخدت منه الحان اكتر من طوانتاشر لحن طوانتاشر لحن ما انها نسمع بسرعة كده عشان الناس تشوف لانه كان قبل ما اطلع فاصل كمان الاغنية دي اه كان يا مكان او الحب اللي كان كله يعني ناس بت يعني بتنقل الحب اللي كان وكان يا مكان كان معا كمان اعمل ايه وانا بعشاءك وانا وحبينا وتحبينا وحبينا وتحبينا وعمل كتير الحان يعني وفاتت سنة هنسمعها دلوقتي بعد الفاصل هنسمعها طبعا هنسمع منها حتة طيب خلونا نشوف اعمل ايه بسرعة كده علشان نشوف كمان دي مرحلة يا جماعة تسللت ميادة الحناوي الى وجدان المصريين في وقت هي فيه كانت ممنوعة من دخول مصر وكان دايما بيعلن أصله الأسباب أمنية لأسباب سياسية لكن اتضح بعد ذلك يعني سواء من رواية وزير الداخلية الأسبق لواء محمد نبا وإسماعيل او ميادة الحناوي ان المسألة كانت متعلقة بغيرة نسائية مع انه اللواء نبا وإسماعيل انا كنت بحمي مصر يعني لانه عبدالوهاب قيمة فلازم احمي بيته يعني بس ما يقولش ميادة الحناوي تحدد امن مصر موحيل بحمي مصر موبيت عبدالوهاب اذا انشقة لا معقول عبدالوهاب يعيط يعني يعني يتهدي بيته لا مش معقول يعني ولا بصدقها يعني فإلا كنت بحمي مصر هو بيحمي مصر مني يعني وانت طفلة وأنا طفلة يا حرام لا حول لي ولا قوة اه بس يعني زي ما ما قلتلك انه يعني ربما كان ذلك مفيدا ربما ضرت النافعة يعني نعم طبعا لانه جعلك تلتقين ببليغ حمدي وجايز انه صوتك مع الحن بليغ نجحت اكتر ينجح اكتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة